الواحد يشارك فيه أول شيء أسأل الله مولا جل أن يفرحنا وإياكم في الدنيا والآخرة يا رب وأسأل الله مولا جل أن يجعل جميع أيامنا أفراح وأن تكتمل فرحتنا جميعا وجميع إخوان المسلمين وخاصة في هذه البلاد بزوال هذه الجائحة عن هذه الأمة وسأل الله يرفع البلاء عن جميع المسلمين ثانيا جميعنا الآن أو الأغلب انتهوا من الاختبارات والفصول الدراسية وعناء فصل كامل متغير على المسلمين اختلطت فيه عدة آثار ومشاعر ما بين البعض كرب بسبب الجائحة وما بين أيضا البعض لم يستطع أن يتأقلم عن الوضع الجديد والتعليم عن بعد فمر حقيقة عدة ضغوطات على الناس حتى وصلوا إلى آخر مشوار الفصل الأول الدراسي سواء طبعا أنا بتكلم عن جانبين سواء التعليمي في التعليم المنتظم أو سواء في التعليمي معنا في جمعية تحفيظ القرآن الكريم كذلك نحن تحولنا في حلقاتنا بالتعليم الإلكتروني مواكبة لما صدر من قرارات هذه الفرحة نحن أطلقنا حملة قبل نهاية الاختبارات بحيث أن يستطيع الجميع أن يهدي هدية مميزة بسبب هذا الفرح أن يهدي الأب ابنة أن يهدي الأخ أخاه أن يهدي الصاحب صاحبة كل من أراد أن يهدي آخر بسبب هذا النجاح هدية فنحن يسرنا له هدية مميزة هذه الهدية عبارة عن مشاركة معنا في وقف سدنة القرآن يتبرع لهذا الوقف ويرسل لواتساب الجمعية بأنه تبرع لهذا الوقف ويطلب إشعار هذا الهدية يرسل للطرف الآخر من قبلنا مباشرة أو نرسل له ثم يرسل للطرف الآخر حقيقة في هذه الحملة ليس فقط المراد مشاركتنا كما يظهر الآن للمشاهدين هذه الصورة التي فيها هذه الحملة وتفاصيل الحملة وليس المراد فقط مشاركتنا في الوقف وإنما هناك أيضا رسالة تربوية وهي رسالة جميلة جدا زرع قيمة زرع قيمة عندما تهدي خاصة الأب لابنه أو الأب لابنته أو الأم أنت الآن لم تهدي فقط سهم في وقف سدنة القرآن وأنت الآن لم تهدي فقط هدية عظيمة بإذن الله سيكون لها أثر في مستقبل أيام في تعليم القرآن بل أنت كذلك غرست فيه قيمة لأن حقيقة مع الفرح مثل ما ذكر شيخنا قبل قليل بعض الناس لا يعبر عن فرحها بشكل جيد وأحيانا يفرح بمعصية فلذلك يحول أحيانا ما أتاه الله من نعمة إلى نقمة عليه لأن الله سبحانه سيسجلها إثما عليه وسيحاسب عليه في الآخرة إذا فرح بمعصية أو كان الفرح بمحرم أو جعل الفرح بشيء من الحرام الذي لا يرضاه الله جل وعلا لكن عندما أنت الآن تساهم معنا في هذه الحملة العظيمة وتهدي ابنك أو ابنتك هذا السهم فأنت غرست فيه الآن بأنه يجعل أيضا فرحة وهدايا وفي المستقبل بمثل ما أنت أنشأت فيه فعلا وليس قولا وأبلغ التربية وأبلغ الرسائل هي رسائل أفعال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يحلقوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلق فحلق الناس فنحن أطلقنا هذه الحملة والله الحمد الطلبات بإذن الله كثيرة ومشاركتنا في هذه الحملة منذ أن أطلقناه وعلننا عنها في حساباتنا على مواقع التواصل ومن يريد أن يبحث أو يتواصل معنا فلدينا حسابات على جميع مواقع التواصل وكذلك الواتساب المعلن في الصورة التي الآن عرضت على الجمهور يتواصل معنا ويشاركنا هذه الحملة يستطيع أن يحول عبر الحسابات البنكية أو عبر المتجر الإلكتروني بأي طريقة إن كانت يصلنا المبلغ تصله الهدية بإذن الله سلام وتصميم طبعا أنه ظاهر على الشاشة من خلاله ترجمة نانسي قنقر